الحمد لله والصلاة والسلام على كل رسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام وبعد موضوع شبهة اليوم طبعا اسم الفيديو لماذا رفضت المسيحية وأمنت بالإسلام زي ما هو معروف جاني منصر يقول لي أترك الإسلام وآمن بالمسيحية فأقولت له أنا أبحث الأول الكتابين وبعد كده أشوف مين فيهم كلام الله ثم أتبعوا فبحثت الإسلام عن طريق دراسة القرآن والسنة وبحثت المسيحية عن طريق دراسة الكتاب المقدس اللي هو الده فلذلك اخترت الإسلام ولذلك رفضت المسيحية واخترت الإسلام موضوع شبهة اليوم قام بعض المنصرين بيقول أنت عندكم يا مسلمين حياكم الله أنت عندكم يا مسلمين في تناقض فين قال لي في سورة البقرة الآية 34 في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فهل كان إبليس من الملائكة بينما في آية تانية بيقول أن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فبقول هنا عندكم تناقض فقلنا لا هنوضح إن شاء الله في الحوار ده إبليس ليس من الجن ليس من الملائكة اثنين مفيش تناقض تلاتة ماذا فعل إبليس مع رب النصارى أربعة في العهد القديم ماذا فعل إبليس مع رب النصارى في العهد الجديد هل تعرفون أن إبليس هو إله عند النصارى كل ده إن شاء الله نتكلم معاه في الفيديو ده بإذن رب العالمين دعواتكم لنا نبدأ الأولى الأولى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هل في الآية دي بيقول إبليس من الملائكة الإجابة لا تقول لي إزاي أقول لك في حرب تلاتة وسبعين انتصر المصريون على اليهود في الحرب فلو قال القائل كده انتصر عليكم السلام انتصر المصريون على اليهود الكلام صحيح الكلام صح مع إن الانتصار حياك الله يا أخي مع إن الانتصار من اليهود من المعذرة من المصريين على اليهود كان فيه في جيش المصريين مهندسين إيطاليين وفرنسيين ومهندسين من جنسيات أخرى لكن انت حكمت بالأغلب فقلت انتصر المصريون فلذلك لما أتقدي لغة العرب لذلك الرب سبحانه لما قال وإذن قلنا للملائكة ذكر الملائكة لأن الأعم الأغلب كان كلهم ملائكة إلا إبليس الوحيد اللي جن الوحيد اللي جن فما يبقاش فيه تناقض وإنما ذكر الأعم الأغلب زي ما بنقول انتصر المصريون على اليهود أو على الإسرائيليين تعال شوف المصريين هتلاقي كان فيه مهندسين إيطاليين ومهندسين ألمان ومهندسين من دول أخرى لكن ليه اتقال انتصر المصريون إن الأعم الأغلب هم طيب إيه الدليل إن الإبليس مش من الملائكة في أدلة كثيرة أهمها قال الله عز وجل كما في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتفسير القرآن بالقرآن إن إبليس مش ملائك مش من الملائكة وإنما من الجن الدليل التاني إن في قول الله عز وجل أو المعذرة في صحيح مسلم رقم 5314 عن عائشة قالت قال رسول الله خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق الإنسان من طيب يبقى الملائكة من نور مش من نار طيب الجن من إيه؟ الجن من نار طب تعالوا نشوف إبليس خلق من إيه؟ قال إبليس في سورة الأعراف آية 12 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذه الآيات هي حد ما نشوف لو في حد بيقدر ينزل ونطوص في الفيس تمام؟ يبقى الأدلة على إن إبليس مش من الملائكة يبقى ما فيش تناقض ولا شيء وإنما هجيب لكم كوارث الآن في الكتاب المقدس عن إبليس بيعمل إيه في الرب عندهم وإبليس إله هذا الظهر تمام؟ في سورة الحج الآية 27 والجان خلقناه من قبل من نار السمو في سورة صاد 67 الآية 67 الآية 76 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يبقى إبليس مخلوق من نار خلق الإنسان في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار يبقى إبليس والجن مخلوقين من نار الملائكة مخلوقين من نور الإنس مخلوقين طين يبقى كده عندنا في فرق ابن ده وده وده إذن ليس هناك تنقص القرآن في قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ذكر الملائكة لأنهم كانوا الموجودين الأعم الأغلب الغالبية كانت ملائكة حاجة تانية الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إنما إبليس عصر إبليس عصر إذن مفيش تناقض في هذه الآية النقطة التانية هل تعرفون إذن بفضل رب العالمين اتدمرت الشبهة في أول كم دقيقة في ست دقائق خلصة الشبهة ما فيش شبهة ما فيش شبهة قال حياك الله قال بقى الآن هنا عندنا نقطة مسألة إبليس عند الملائكة هل تعرفون أن إبليس عند النصارى هو إله أو الله إله هذا الدهر إله هذا الدهر النصة حتلاقوه في عند الملائكة بقى إبليس مش عن فكرة على فكرة إبليس الشيطان عند الملائكة عند النصارى هو ملك إبليس عند النصارى هو ملك تمام هو من الملائكة يعني لكنه عصر خلاص لكنه عصر النقطة التانية إبليس عند النصارى إله إبليس عند النصارى إله الدل على كده إيه كورنثوس التانية رسالة بولوس أهل كورنثوس التانية أربعة أربعة صحة أربعة عدد أربعة بيقول الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين عارفين مين ده راجعوا التفاسير حتلاقوه بيتكلم عن الشيطان الشيطان عند النصارى إله الشيطان عند النصارى إله لكن عندنا نحن من الجان دي النقطة الأولى النقطة التانية بقولك الشيطان عند المسلمين ملك ولا جن أنا بقوله لا جن بدليل قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن أبا كان من الجن ففاسق عن أمر ربه واضح؟ ولم يكن من الملائكة واضح؟ طيب الشيطان عند النصارى بيعمل إيه؟ بيهيج الرب عند الكنيسة في العهد القديم الشيطان من صفاته عند النصارى إنه بيهيج إله العهد القديم السؤال هنا الشيطان يا جماعة الخير بيأمر بالخير ولا بالشر جاوبوني جاوبوني على الفيس جاوبوني في التعليقات في الفيس وفي اليوتيوب الشيطان بيأمر بالخير ولا بالشر بيحرد على الخير ولا على الشر بيعمل الناس بيجر الناس للخير ولا للشر جاوبوا للشر تمام للشر الشيطان بيحرض الناس على الشر بيهيج الناس على الشر شفوا الرب بحسب العهد القديم الشيطان بيعمل مع ايه في سفر ايوب اصحح اتنين العدد تلاتة بيقول العدد تلاتة واربعة فقال الرب للشيطان الرب عندهم بيكلم ابليس بيقول له هل جعلت قلبك على عبدي ايوب لانه ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم يتق الله ويحيد عن الشر و الى الان هو متمسك بكماله شوف بقى رب الكنيسة حيقول للشيطان ايه وقد هيجتني عليه لابتلعه بلا سبب الرب عندهم في الكتاب ده الرب بيقول للشيطان انت يا شيطان هيجتني على يسوع هيجتني على ايوب تخيلوا الرب عند النصارى في الكتاب ده كتاب المقدس الشيطان بيهيجه الشيطان بيهيجه الشيطان بيهيجه على عبده ايوب تمام؟ تمام كده؟ حياك الله يبقى من صفات الشيطان عند النصارى انه مش 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 من الجان ومش من النار لأ الشيطان عند النصارى واحد الى هذا الدهر اتنين بيهيج الرب عند النصارى كما في سفر ايوب صحاح اتنين عدد تلاتة واربعة طبعا بيهيجه بالشر لان الشيطان ما بيهيجش غير بالشر الترجمة فيه ترجمة تانية بتقول وقد حرد تاني عليه لابتلعه يعني الشيطان بيحرد الرب بحسب العهد القديم على الشر النقطة التانية بقى اللي اصعب من دي اللي اصعب من دي ركزوا معايا بارك الله فيكم الشيطان ماذا يفعل في رب الكنيسة يسوع ماذا فعل الشيطان في يسوع الاله المتجسد حسنت هو ملك ساقط يا ابو انطنش نعم هتلاقوا الكلام ده في النص بتاع كيف ساقطت يا زهرت كيف ساقطت يا زهرت انتو الصبح اللي يقدر ينزل النصوص الله يبرك لكم ينزل النص فضلا عشان بعمل كزا حاجة في وقت واحد هتلاقوه في سفر اشعية سفر اشعية اصحح 14 عدد 12 النص اللي بيقول كيف ساقطت يا زهرت بنت الصبح اه الشيطان عمل انقلاب عنك كيف ساقطت يا زهرت بنت الصبح الكلام عن مين عن الشيطان حيقول لك كده في التفاسير انه ملاك ساقط تمام طيب النقطة بقى الاخيرة طبعا ليه انا عملت كده لان زي ما انتم عارفين اسلوبي وحواري في رد الشبهات هو الرد على النصارى مما يعتقدوا ثم قلب الشبهة والحج عليه واضح؟ يعني نرد عليه بالنقطة اللي بيؤمن الاول نرد عليه رد سريع عندنا من الاسلام ثم نقلب الشبهة عليه فنرد عليه من دينه فنقلب الحجة اللي جايبها عليه هو وبعد كده نسأله هو في دينه مش جيش يرمي 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 شبهات ويطلع يجري لا مش لما شبهة اتحمل تطلعلي من كتابك انت ترد عليه من عندك انت ايضا واضح؟